البيتزا بخبرة عشرين سنة وبأي نوع جبنة هنخليها تمت لحد السقف بكل سهولة هنعمل أسهل وأحلى طريقة لعمل البيتزا وهنعمل ألز وأحلى صوص بيتزا ممكن تشوفوه نبدأ على بركة الله الفيديو اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم كل السنة وحضراتكم طيبين وأتمنى من حضراتكم تدوصوا لايك الفيديو واشتراك في القناة وفعلوا الجرس علشان يوصلكم كل ما هو جديد أول حاجة النهاردة كده هنستخدم أربع كبيات من الدقيق ودول يكفو بعمل اتنين بيتزا جبار أو اتنين بيتزا متوسطتين وبيتزا صغيرة ولازم جماعة ننخل الدقيق كويس جدا بعد كده هنفضي كيس من البيكنج بودر طبعا كيس كامل أو ممكن معلقة كبيرة لو أنتوا عندكم السايب ونص معلقة صغيرة من الملح ورشة بسيطة كده من السكر بعد كده هنجيبها نص كبية مية دافية وهنفضي عليها كيس خميرة وهنحط معلقة صغيرة من السكر وهنقلب كده ولازم طبعا نغطيها كده بستريتش ريب ونسيبها كده لغاية ما تبدأ تخمر معنا ولازم نتأكد ان الخميرة بتاعتنا شغالة وزي ما انتوا شايفين لقيت الخميرة مش شغالة أحسن حاجة فعملتها تاني وطلعت الحمد لله شغالة هنبدأ بقى نفضيها كده على دي وبعد كده بقى بالاسباتيولا او بادينا هنبدأ نعجن كويس جدا وهنزود يعني شوية مية صغيرين بالزبط هي حتاجت بعد النص كبية دي يعتبر تلت كبية من المية ومستحسن تكون المية دافية يا جماعة وزي ما حضراتكم شايفين كده هنبدأ ان احنا نضيف كده التلت كبية دي زي ما انتوا شايفين وإحنا يعتبر محتاجناش غير شوية مية صغيرين بس وطبعا انواع دي التانية بتختلف كله عن بعضه يعني القطيب غير انواع تانية كتير موجودة في السوق المهم يا جماعة هنبدأ نعجن بقى ونسيبها تخمر خالص وبعد كده بقى هنبدأ نجيب الصينية بتاعتنا ندهنا اي نقطة زيت كده او اي مادة دهينية عندنا وطبعا يعني بما اننا جو الشتاء ممكن العجينة يعني ايه تاخد وقت معينا طبعا انا اسمتها لطلت صواني صينية كبيرة وصينية متوسطة للحجم وصينية صغيرة وطبعا زي ما حضراتكم شايفين هندهن كده شوية من الزيت او نقطة كده من الدقيق وهنبدأ نفرد البتزا بتاعتنا عايز اقولكم يا جماعة حاجة انسيتها قبل ما نسيب العجينة تخمر ممكن يا جماعة تضيفولها بس معلقتين كبار من الزيت بتدي كده ملمس جميل للبيتزا ولو مش حابين عادي مفيش مشكلة بعد ما نفرد بقى جماعة البتزا هنبدأ بقى نحطها كده في الصينية وهنكون مسخنين الفرن مسبقا وطبعا تبدأوا كده زي ما انتم شايفين تساوي البتزا على قد ما تقدروا وبعد كده بقى نبدأ نجيب الشوكة بتاعتنا علشان نبدأ ان احنا نطلغ الفراغات الموجودة في البتزا علشان طبعا التهوية والسوا يكون مزبوط جدا جدا ان شاء الله بعد كده بقى نجيب طبعا كده وهنبدأ ننزل بمعلقة من معجون صلصة التماطم اي نوع صلصة انتم بتحبوها وبعد كده هنبدأ ننزل بنص معلقة صغيرة من الزعتر ولو عندكم ريحان برضو بيدي طعم جميل جدا ومعلقة صغيرة من الزيت وكمان تبدأوا ممكن برضو تحطوا رشة بسيطة من الملح ويعتبر 3 الى 4 معالق صغيرين من المياه ما تزودوش المياه جماعة احنا محتاجين السلصة تبقى مركزة انا حطيت بس معلقتين صغيرين عشان كنت عايز ان السلصة تكون مركزة بعد كده هنبدأ بقى نوزع البتزا بتاعتنا بالشكل اللي انتم شايفينه ده اعيز اقول لكم يا جماعة الفترة اللي فاتت اعملنا فيديوهات جميلة جدا لوصفات رمضان فارجوكم تشجونا علشان نستمر ان شاء الله بعد كده بقى عندنا تماطم فلفل اي حاجة انتم بتحبوها تقدروا انتم تدفوها على البتزا عندكم بقى زيتون مثلا عادي اللي هو المخلي انا طبعا هبدأ اننا حشيها بلانشون فريخ جميل جدا دايما بجيبه سعره كويس بخليلي البتزات زي ما حضراتكم شايفين هنبدأ بقى نوزع برضو الفلفل والانشون والهود دوك بقى والسوسيس الفراه برضو انا بحبه جدا وهنسيبها بقى في الفرن كده يا جماعة على درجة حرارة 180 لمدة ربع ساعة وبعد كده هنطلعها ونحط الجبن عليها اوه تحط الجبن في الاول بتتحرق انا بستخدم جبنة اسمها شاتورة جبنة موزاريلا الكيلو منها بـ 115 جنيه وزي ما حضراتكم شايفين بالضبط خمس دقيقة في الفرن واتطلعوا احلى بيتزا ممكن تشوفوها في حياتكم عايز اقول لكم جميلة وطعمها لزيز جدا وكمان يعني الجبنة بتمط زي ما حضراتكم هتشوفوا دلوقتي عايز اقول لكم يا جماعة بس دي الفكرة ان لازم نحط الجبنة بعد ما خلصنا خالص ناس كتيرة جدا بتحط الجبنة وقت دخول البتزا او سوى البتزا وللاسف الجبنة بتتحرق وما بتمطش ولكن دي الطريقة الصح حتى تقدروا ان انتم تمسكوا بص يا جماعة البتزا كده وتكلوه وهي سخنة مش هتبقى سخنة جدا ولكن الجبنة الموزاريلا هتبقى جميلة جدا جدا وكمان بتمط عايز اقول لكم اشوفكم على خير في فيديو جديد والسلام عليكم ورمضان كريم باي باي